تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين في القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلسين الإداريين للمصالح الاجتماعية للمؤسستين بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد أنه في بداية الاجتماع ذكر الجنرال دوكور درمي الرئيس المنتدب لمجلسي إدارة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين في كلمة افتتاحية بالجهود المبذولة تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للمريم لتلبية احتياجات العسكريين وإرساء مناخ ملائم لتطور مشاعر التضامن بين أفراد الأسرة العسكرية بعدها تدارس المجلسان التقريرين الأدبيين والماليين وبرامج توظيف الميزانية برسم سنتي 2023 و2025 قبل المصادقة على مخططات العمل الثلاثية ومشاريع الميزانية اللازمة لتنفيذها المديرية العامة للمصارح الاجتماعية ومديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين تعدان هيئتين أساسيتين في القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وتتوليان تدبير الخدمات الاجتماعية لعسكري القوات المسلحة الملكية والموظفين التابعين لإدارة الدفاع الوطني وتؤمنان اليوم باقة من الخدمات الاجتماعية الملائمة لما يقدر بمليون وخمسمائة ألف شخص